موسيقى 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 فبالتالي انطلقت الدوري من الأسبوع السادس ممكن تكون بنفس القياس بتاع الأسبوع الأول بالضبط كده وخصوصا أن في بعض الفرق جهزت نفسها في شكل كويس هتبقى غير المستوى بتاع السنة اللي فاتت أو السنة بها واضرب مثلا زي فرق السموحة لاستعداد استعدوا كويس جدا معهم الكابتن حسام وكابتن إبراهيم برضو هيفرقوا كتير جدا مع الفرقة إمكانات توفات بشكل كويس برضو نفس الكلام برضو نادي الاتحاد شايفوا أنه هيبقى فيه شكل تاني بعض الأندية اللي كانت دايما بتصارع وكانت فيه أماكن مطلقش بالأسام بتاعتها ابتدوا يتحسنوا بشكل كبير جدا الأداء اتغير هيبقى فيه ندية كبيرة جدا هيبقى فيه مستوى عالي وخصوصا من الفرق اللي أنا بقول عليها أنها استعدت بشكل كويس طيب فرق الصاعدة للدور الممتاز بنتكلم مثلا فيه ثلاث فرق بنتكلم في أسوان F.C. مصر ونادي طنطة وهركل لك فترة من الفترات كنت بتشتغل مع الأندية بتبقى صاعدة وخصوصا نادي طنطة بدايتهم شايفها ازاي وتقيمها ازاي بص كتأحسن بداية بالنسبة للثلاث فرق كتنادي طنطة وإن شاء الله بإذن الله أتمنى أنه واستمر في الانتفاضة أو في الشكل الكويس اللي احنا شفناه بداية أسوان مع F.C. مصر مكاتش داية موفقة لكن هم ختموا الفترة القليلة اللي احنا لعبنا فيها ختموا أحسن يعني أسوان فنش كويس برضو نفس الكلام F.C. مصر رغم الخسارة لكن برضو تعدل شوية الأداء عملوا نتيجة كويسة وخصوصا مع فرقة ناس زمالك شايف فرقة أسوان اتحسنت بشكل كبير جدا شايف برضو أن الثلاث فرق برضو هيبقى فيه مشكلة في حتة المعاناة في حتة أنهم يبعدهم عن الحتة اللي هي الخطرة لأن الإمكانات دايما هي اللي تتحكم في الأمور دي طبعا النادي طنطة مهما كان فهو برضو بالنسبة للإمكانات الأندية بقى الأندية أو أسوان أو F.C. مصر برضو ما يقدروش يعني يبقوا موجودين أو قريبين من الإمكانات الموجودة عند بعض الأندية اللي هي معدياهم فيها أندية كتير جدا عندها إمكانات عالية جدا بالتالي بتصرف بشكل كبير جدا فبالتالي النتائج بتبان حتة الصرف في الكرة مهمة جدا طبعا فأتمنى إن شاء الله بإذن الله أن الفرق تكمل بشكل كويس وبالأداء اللي احنا شوفناه دا إن شاء الله بإذن الله يبقى في ندية في الحتة دي بشكل كبير يعني إن شاء الله كابتن حماد حراجز أقارت فكرة أن الأداء الفني للفرقة في الدور في البداية يعتبر جاد والانطلاق قويل لكن خدت ده بالمقياس على أداء الناس الأهلي وقلت بداية الأهلي جهيسة فخلت الكل يتفعل أن شكل الدور ممكن يكون بدأ كويس انطلاقة الأهلي شايفها هل بالمستوى الفني اللي كان متوقع ولا فنيا حسبتها إزاي لأن هناك مدربين بيبقى ليهم معايير فنيا يقول لك المستوى والأداء يتحسن تدريجيا لكن البداية كلنا شايفينها وكأن الفريق مثلا بيلعب له عشر مباريات بالضبط يمكن إحنا لما بنيجي أو أي حد بيجي يقيم فريق لو احنا تكلمنا على فرقة النادي الأهلي لو قدرنا أن احنا نقيم الفرقة دايماً مرتبط بيها المدرب دايماً إحنا برضو لما نيجي نقيم المدرب أنا عن نفسي ما بتصرعش في الحكم عليه دي أول حاجة ثاني حاجة أن بعد الاستمرارية بعدة ماتشات بيبتدي بتحكم عليه بإيه ده بعض الأمور الفنية اللي انت ممكن ترقبه فيها وتشوف تصرفاته ورد فعله عامل إزاي أي مواقب بتحصل في كرة القدم أو في الماتشات الرد الفعل بتاعه بيبقى عامل إزاي أنا شايف أن الفترة اللي هو قضاها المدرب النادي الأهلي قدر أنه يتحكم في العنصر ده بشكل كبير جداً شايفين النادي الأهلي بشكل تاني البداية بتاعته فيه أداء جماعي وده اللي كان يمكن كان عيب النادي الأهلي في الفترة الأخيرة كان فيه بعض الفرديات ما كانش فيه الأداء الجماعي المميز بين النادي الأهلي جماعه وجمالي بالضبط كده الأداء الجماعي دايماً بيؤدي للجماليات يعني بيؤدي لحتة جمال في الأداء وبالتالي بيقدر الفرقة بتوصل للي هي عايزها هو راجل متجهز الفرقة بشكل كويس قوي بدليل هو في الماتشات بتاعته بينهي بشكل كويس يعني واضح أن فيه الفرقة وقفة ومتجهزة كويس بشكل كويس زائد الفنيات برضو شفنا بعض مستويات اللعيبة اللي كانت بعيد مستوها بعيد جداً ابتدت تخش وتخيل أنت مثلاً واحد زي رمضان صبحي كأنه تبدل يعني اللعيب تبدل برضو نفس الكلام حسين الشحات مجد أفشا أداء أعلى شوية يعني فيه بعض اللعيبة أثرت بشكل كبير جداً لما مستوها ارتفع التطور ظهر عليها بشكل مباشر سواء أداء جماعي أو فردي يعني الأداء الجماعي هو مرتبط دايماً وستتسين بالزبط كان فبالتالي بقى فيه فرديات هي بتعمل الفرق للناد الأهلي يعني ابتداء صبحي بيعمل الفرق في ناحية فردية كان الأول بيعتمد عن ناحية الفردية بس لا هو دلوقتي بيخش في الأداء الجماعي أو بالتالي كان ليه دور كبير جداً هو وحسين الشحات خلال الفترة اللي فاتت طب هل الوقت كابتن حمد أن تسمح بدا؟ والله بص يعني هو الوقت ما كانش يعني كبير أوي لكن كون إن مدرب وقت كان قصير جداً بالزبط كده كون إن مدرب ينجح في وقت قصير إنه يغير من شكل وأداء زي فرقة الناد الأهلي فلازم نحكم عليه إنه هو أكيد مدرب كويس برضو أنا ما بنتصرعش أوه في الحكم لكن دايماً بتبقى بالشواد فالشواد بتقول إنه زي ما إحنا بنقول إن إحنا بنحكم على المدرب دايماً أو أي حد بيحكم عليه أنا كمدرب من خلال التصرفات والضغوط اللي أنا بتعرض لها وبتصرف إزاي في خلال الضغوط ديها فبالتالي هو ناجح بشكل كبير جداً خلال الفترة اللي فاتت الخوف من حاجة إن الناد الأهلي هيقعد فترة طويلة ما يلعبش متشات رسمية ودي نقطة مش عارف الناس واخد بالها من حتة زي دية لإنه هيبقى فيه كتير جداً يبقى بوقت تقريباً مش هالي من شهر ونص حوالي 35-40 يوم بالضبط ممكن يكون أكتر كمان فدي هتبقى مشكلة لإنت وصلت الفرمة أو حاجة اللي هي بدات الانطلاق فبالتالي لما بترجع وبتلعبش متشات رسمية فبالتالي هتفرق كتير جداً وهتأثر في الأداء وخصوصاً إن أنت هأول متشاتك أو البداياتك هتبقى في البطولة الأفريقية مع فرقة إيلة وإسم البي بعد كده ماتش في أفريقيا وبعد كده دور البطولة أفريقية تستمر على فكرة ممكن ما تلحقش تلعب متش لا لا تواس لا فيه ماتش في الدور يوم 25 نوفمبر يبقى ممكن ده محدد بزبط هي برضو المشكلة الأكبر إيه إن أنت ممكن تقعد فترة طويلة جداً وديبتلت تلعب مثلاً يوم 25 ويوم 29 وحصوصاً لما يبقى في تونس فبالتالي برضو التوييد ده لكن طبعاً الشكل العام أو الإمكانات اللي موجودة دلوقتي بتقدر خلاص الفترات الرحب بتبقى بشكل إيجابي بيقدروا موضوع الاستشفى ده بيبقى أسرع دلوقتي غير قبل كده فبالتالي ممكن إن شاء الله بإذن الله ما يبانش الفرق ما يبانش الفرق بتاع الأعداء الطويلة اللي هي 40 أو 45 يوم خلال الفترة الجهاز الفن اللي بيحاول يتغلب على هذه الجزئية إن فيه معسكر المغلق في أحدى الدول الخليجية خلال الأيام القادمة حوالي أسبوع مثلاً من نهاية الأسبوع القادم على لمدة سبعة أيام احتمال يكون فيه مباراة ودية بعد كده اللي عيب تنضم للمنتخب الأول والمنتخب الأولمبي بعد كده يبقى فيه فترة مباراة ودية تبقى موجودة في القاهرة قبل السنة في المشوار فقدر إمكاني جهاز الفن بيحاول يحدد المراحل القادمة من خلال كذا مرحلة استعداد معسكر خارجي في الخليج مباراة دية ممكن تكون مع أحد فرق الدول الإماراتي فرقة جيدة عندك اللي عيب الدولية موجودة معك لغاية في يوم 6 أو 7 نوفمبر فعندك مساحة وقت تشتغل معها بالضبط هو ده ممكن لكن برضو هيتفرق كتير جدا المشاة الرسمية أنا معيك لا بيش مشاة رسمية إنما هو التعويض في إيه في أن أغلب العناصر بتاعة المنتخب الأول ومنتخب الأولمبي فمن النادي الأحلي هو حاول 12 لعيب في الحدود دي هينضم للمنتخبات يعني أنت برضو الحتة دي هتسد الصغرة دي بشكل كبير جدا أنت عندك 11 أو 12 لعيب هيبقوا موجودين على مستوى المنتخبين فبالتالي مش هيتأثر قوي ببعضه على الماتشات لا ده هيبقى فيه ماتشات وبيلعبهم وهيرجعه هيبقى فيه فورمة المال فدي ممكن تعود بشكل كبير جدا حتة الغياب على الماتشات الرسمية فترة طويلة طيب الترمومتر في نجاح فيلر مع اللعيب اللي ينزل أهلي في أول ثلاث مباريات بتسع نقاط بعشر أهداف هل الترمومتر هنا وحنا بمقص المعيار النجاح التعامل النفسي اللي قدر الجهاز الفني يخرج كل إمكانيات اللعيبة مع الشغل الفني ولا الترمومتر إنت حركة مدرب بتقسها إزاي أن يدر مدرب في فترة قصيرة أو فترة وجيزة يطلع كل الإمكانات اللي عند اللعيبة في فترة قصيرة قوي ويتعرف عليهم كمان ويتعرف على إمكانياتهم بالضبط هو طبعا أننا النفسية بقت مهمة جدا جدا في الفرق الكبيرة احنا كنا شايفين ما هي نفس الفنيات كانت موجودة من سنة اللي فاتت يعني نفس اللعيبة والحالة اللي كانت موجودين إيه اللي يتغير ممكن يكون فيه بعض الحاجات الأساس فيها الحالة النفسية إن فيه قناعة كبيرة جدا بالرجل اللي موجود ممكن يكون فيه بعض اللعيبة على فكرة ما عندهوش قناعة بالمدرب اللي موجود فبالتالي ما بيطلعوش كل اللي عندهم زائد إن برضو فيه حاجة يعني برضو فرق كتير جدا إن فيه استقرار في الفرقة ما فيش حد يدخل على الفرقة بشكل كبير التطور حصل من داخل الفرقة نفسه فبالتالي ده نجاح كبير جدا وأنا متهالي إنه النحية نفسية كان لها تأثير كبير جدا في حتة ترتفاع المستوى وتغيير الوضع بشكل كبير كبير جدا من السنة اللي فاتت للسنة طيب في جزء تاني كمان عايزين نعرف رأيك في تدوير اللاعبين فكرة إن الجهاز الفني يتعامل على تجربة كل اللاعبين يعني حوالي 24-25 لعاء في شارك وفي ثلاث مباريات في الدوري مباراتين في إفريقيا مبارات السوبر منتكلم أكتر من حوالي 85% من القوام الأساس اللي فريد نادي الأهلي التدوير والروتيشن اللي حصل في هذه الفترة القصيرة ومع ذلك أنا بتكلم بقى بناء عن نظرياتكم أنا دائما بنسمحها من المدربين مع ذلك الأداء لم يتأثر التجانس كان موجود فعكس ما كان بيقال إن التدوير الأورتيشن ممكن يؤثر في الأداء الفني ممكن يؤثر فيه الانسجام ممكن يؤثر على طريقة أداء اللاعبين هو على فكرة حتة التدوير دي حساسة جدا جدا ولازم تتعامل بحساب كبير جدا هو ابتدى بزيادة شوية لو تلاحظ إن هي ابتدت تقل خلال الفترة الأخيرة بالضبط كده وده الوضع الطبيعي لمدرب ذاكي هو بيشوف بيدور في الفترة الأولانية بيشوف المستوات عاملة إزاي عشان يبتدي يحط التشكيل لإن أي فرقة هتتأثر بعدم سبات التشكيل مهما حصل حتة التدوير دي بتبقى في قضيك الحدود زيادة النهية في النطاق الدايق جدا جدا بعد ما بتشوف بعض اللاعبها خلال الفترة الأولانية بتبتدي جس النبض بتشوف المستوات عاملة إزاي مين القريب مين اللي ممكن يكمل مين اللي بيحقق لك الحاجة اللي انت عايزها مين اللي بينفذ لك الالحاق أقرب حاجة ليك انت والفكر بتاعك كل الكلام ده حصل وقل بشكل كبير جدا خلال الفترة الأخيرة فبالتالي الفترة اللي جاية لازم هنشوف احنا حتة التثبيت في التشكيل لأنها حاجة أساعة وحاجة مهمة جدا جدا بالنسبة للفرق الكبيرة عشان تقدر تكمل بس لما الفريق يرجع على الأجندة القادمة هتبقى مزدحمة جدا بالمباريات من 25 نوفمبر كل 72 ساعة 6 وتسعين ساعة مباراة من ضمنها كمان هتبقى مباراة فيها سفر هترجع عندك مباراة في الدوري يوم ثلاثة بعدها باربعة أيام يوم سابع عندك مباراة في بطولة إفراقيا من الهلال السوداني بعدها في مباراة في الدوري 27 ديسمبر مباراة مع بلاتينيوم زمبابوي في القاهرة أعتقد ممكن يكون التدوير برضه هيستمر في الفترة اللي هي بعد شهر ديسمبر برضه هيستمر لكن بحساب جدا جدا لأن أنت صعب جدا أن أنت تدخل عدد كبير على فرقة في ماتش بعد ماتش أنت لعبته لازم برضه في حدود حالات إجهاد إنذارات إصابات كل كلام ده ممكن تخش لكن هتبقى في النطاق دا مش هتبقى بالحتة اللي حصلت في أول مباراة في الموسي بالضبط كده يعني صعب جدا لأنه برضه واضح أنه مدرب زكي وبيقدر يتعامل مع الفرقة بشكل جيد أنا كجهاز فني بقى أستفيد إزاي بمعسكر مغلق خارج مصر بصبعة أيام أنا بعيد تماما عن الأجواء القاهرة اللي عيبة مركزة معايا قافل على الفرقة وهعمل مباراوية دي أستفيد إزاي أنا كجهاز فني بقى بمعسكر زي ده قبل ما لها تروح للمنتخبات الوطنية أولا طبعا حتة المعسكرات دي بتفرق كتير جدا مع الفرق وخصوصا فرق الكبيرة بيحصل تجانس كبير جدا بيحصل تفاهم بيبقى فيه تفرخ تام لحاجة لفكر معين لمدرب ممكن ينفزه معه اللعيبة ويحفظه بشكل جيد جدا وبيختم الحتة دي بماتش ودي يطبق فيه كل الكلام اللي هو يشتغل فيه خلال المعسكر أنا شايف المعسكر هيبقى فيه إفادة كبيرة جدا جدا للفرقة وممكن يبان مدى نجاح المعسكر داخل لا للماتشات في البداية إن شاء الله بيذن الله ممكن أتأثر بشكل كبير جدا لأنه يشتغل بهدوء ويشتغل بتركيز وبرضو شغله بعيد يعني ممكن حتة التحفيز والحاجات دي كلها تبقى عايزة تركيز بشكل كبير جدا من اللعيبة فبالتالي ممكن ينجح وهيبقى لها دور إن شاء الله بيذن الله خلال الفترة اللي جاية في أداء الفرقة طيب أحيانا التوقف ممكن يكون فايدة للفريق لأن التوقف ده فرصة أن الجهاز الفني يتعرف أكتر على إمكانات اللعيبة اللعيبة تفهم أكتر خطط وأفكار المدير الفن والجهاز المعاون ممكن يكون فيه استفادة حتى لو على الأقل لو فيه نقاط سلبية إن أنا بعد ما وصلت للكيرف ووصلت المستوى الفني عالي جدا التوقف ده هيرجعنا ويبقى فيه خمول حتى في أداء اللعبين نتيجة التوقف لكن في نفس الوقت يكون فيه عنصر إيجابي العنصر الإيجابي أن أنا بستغل فترة التوقف بتعرف على أفكار الجهاز الفني خاصة الجهاز الفني لسه جديد ما عدتش معاقطة من حوالي شهر ونص النسبة والتناسب ما بين الإيجابيات هنا والسلبيات هنا أيهما كفت أرجح حاجة تانية إحنا قلنا النقطة السلبية يعني إحنا متكلمنا فيها وقلنا حتة البعد على الماتشاة الرسمية والحاجات دي كلها زي ما حضرك قلت إن برضو يعني هيبقى فيه نقطة إيجابية من ضمنها اللي حضرك قلت عليه حتة تفرغ اللعيبة خلال فترة معينة قربهم من الجهاز الفني هيأثر بشكل كبير جدا هيقربهم من بعض يعني يبقى فيه فترة كويسة ممكن يقدروا يتعاملوا ويقربهم ويبتدي فيه فكر زي ما أنا بقول إن هيبقى فيه فكر معين أو طريقة معينة هو ممكن يكون ملحقش يحفظ اللعيبة عليها فممكن تكون دي فرصة مناسبة جدا إنه يقدر يحفظ اللعيبة الفكر بتاعه ويبتدي يبقى فيه تركيز فيها بشكل كبير جدا زائد حتة تجانس مع بعض قرب الجهاز الفني من اللعيبة طبعا الجهاز الفني مرتبط بالمدرب الأجنابي لكن طبعا الباقي الكابتن سيد بوجود على طول بقريب من اللعيبة زي ما احنا بنعرف يعني فبالتالي هتبقى فرصة كويسة وهيبقى فيها دي النقطة الإيجابية اللي ممكن تحصل ويستفد منها فرقة النادي الأهل طيب بنأكد على شيء مهم جدا جدا إن شاء الله الفريق النادي الأهل هيستانف تدريباته بعد الأجازة والراحة السلبية اللي حصل لها الفريق لمدة 48 ساعة بعد التوقف أو بعد قرار تأجيل الدور لما بعد كهس الأمور الفريقية تحت 23 سنة فرقا يستانف تدريباته و هذا إن شاء الله الساعة الرابعة و عصر هيكون في تدريبات يومية حتى نهاية هذا حتى نهاية الإسبوع القادم بإذن الله بعد نهاية هذا الإسبوع هيكون فيه سفر لإحدى الدول في الخليج لخد معسقر إعداد في الفترة القادمة المعسقر هيكون مضوته حوالي إسبوع و قد يتخلله مباراود دية مباراود دية وحيدة ولن يلعب الفريق أي مباراود دية قبل السفر في المعسقر المغلق إذن الفترة القادمة هيكون فيه برنامج ومحدد زمني بالنسبة للجهاز الفني للمرحلة القادمة لكن بعد العودة من المعسكر الخارجي وانضمام اللاعبين للمنتخبات الوطنية سيكون هناك مرحلة أخرى من الإعداد للفترة القادمة وقد يتم الاستعانة بعدد من اللاعبين قطاع الناشئين في ظل أنه يكون عدد اللاعبين المنضمين من الأهلي للصفوف المنتخب الأول والمنتخب الأنبي ومنتخب الشباب ما يقرب من 12 إلى 14 لعب مع الوضع في الحسبان علي معلولة هيكون مع المنتخب التونسي وأليو ديانجا هيكون مع المنتخب المالي اللي بيستعد لي مع المنتخب مالي اللي كانت سورما الفريقية اللي هتصدفها مصر إن شاء الله في شهر نوفمبر القادم مرحلة أعتقد تبقى محددة يا كابتن حمادة لكن أنا عايز بقى أفهم المرحلة اللي هتكون بعد المعسكر بنتكلم في فترة زمنية حوالي 15 يوم أو 16 يوم الفترة دي نص الفريق مش معك أنا كمدير فني أو هناك جهاز فني هتعامل ازاي مع النص اللي هتكون موجود معي الباقي أفضل أفضل وسيلة لتجهيز اللعيبة دي هي الماتشات الودية يعني خلال 15 يوم متأقل مش هيبقى فيه أقل من 3 لأربع ماتشات ودية يعني ممكن كل 4 أو 5 أيام يبتدي يلعب ماتش عشان يجهز المجموعة اللي موجودة دي عشان كله يبقى موجود أي نعم هيبقى فيه فرق ما بين اللعيب اللي هيجي بالمنتخبات واللعيب اللي موجود عنده هيبقى فيه فرق بسيط في حتة التجهيز والماتشات الرسمية أي باللعيب المنتخب أعلى؟ أعلى طبعا لأنه ماتشات رسمية مهما كان وخلال الأربع ماتشات أو الثلاث ماتشات اللي هيعملهم خلال الفترة دية مع باقي اللعيبة ممكن يقرب شوية الأحيان بالزبط كده يعني هيبقى العملية قريبة ومش بعيدة بحيث أن المجموعة اللي تبقى موجودة تبقى برضو جاهزة نممكن يستعين بأي حد منهم خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله وخصوصها لنزام حضرك قلت أنه هتبقى فيه فترة مضغوطة وهتبقى تقريبا كل 3-4 أيام هيبقى فيه ماتش على طول طيب الشرق الهجومي حسنا أن فيه هارموني أو فيه تجانس وفيه انسيابية في التعامل وبين اللعيبة بنتكلم في مستوى رمضان صبحي ومستوى جونيور أجايي ومستوى أيضا كمان حسين الشحات تحرك السلاسي مع بعض شايفوا إزاي كابتن حمادة في الظل إن كمان التلاتة مش جديد على بعض يعني التلاتة كانوا موجودين قبل كده لكن حسين تحرر من ضغوط كتيرة جدا رمضان ركز في الفينيش وفي التحركات الجامعية زكارت في بداية الحديث عجايي عادل مستوى اللي كان موجود قبل الإصابة كجهاز فني أو كرؤيتك الفنية إيه اللي شفتوا إزاي التلاتة دول اتغيروا أو وصلوا لمرحلة إن فيه تجانس كبير جدا في أداهم في أول 5-6 مباراة في الموسي أولا هم يعني اتأكد عليهم وواضح طبعا أن الأداء لازم يبقى جماعي يعني اللازم يلعبوا بأداء جماعي كان بعض اللعيبة دي كانت بتلعب بأداء فردي حسين ده بتحركاتهم دلوقتي بالضبط كده بزيادة عن اللازم لكن ابتدوا يخشوا مع الفرقة وابتدوا يخشوا على فكرة الناحية الهجومية القوية للنادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت ديت هي مرتبطة بنحية دفعية بمعنى إن كان فيه خلل في الناحية الدفعية على فكرة في النادي الأهلي ابتدت الصغرة دي تستد بشكل كويس وجود وجود اتنين موجودين بيتحركوا بشكل كويس أول الاتنين الموجودين في وسط الملعب أداءهم العالي قدروا يطوروا من أداءهم بناحية دفعية وناحية دفعية عمر السلية وحمد فتحي وعلى فكرة حمد فتحي أثر يعني دور كبير جدا في تطوير أداءه وأداء النادي الأحلي حقيقة لأنه لعيب يتميز بالناحية الدفعية القوية جدا مع التكملة الناحية الهجومية عشان كده أنا قلت لك أن الحتة دي النحية الهجومية هي كتمرتبطة بنحية دفعية قوية الحتة دي تستدت بشكل كبير الحاجة الثانية اللي أنا أعز أكد عليها بزيدي تكملة 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 بخط الوسط تكملة بزكاء تكملة بحساب ودي نقطة تحسب للمدير الفني أنه ابتدى يجرأ العيبة لأن أداء العيبة اللي موجودين في المركز ده خلاص تطور بشكل كبير جدا خلال المستوات العالمية فبالتالي لازم يحصل التطور ده ما كانش فيه تطور في الحتة دي زائد برضو أن فيه حتة الاتنين المساكين كانوا شوية عاملين مشكلة أنا شايف أن الصغرى تسدت إلى حد كبير حاصل التصابات كثيرة وتغيير في كذا لعيف في المركز ده بزبط لكن طبعا واضح أن الأمور كلها يعني ابتدت الفرقة باتبان بشكل كويس بشكل جماعي كويس أداء دفاعية مرتبط بنحية هجومية أداء سالس بدأوا يوصالهم بدأ المستوات تعلى بدأ التهديف يقرب من أغلب اللعيبة اللي موجودين في الجزء الهجومي فبالتالي الأداء تغير بشكل كبير جدا مع النتائج اللي متحققه خلال الفترة اللي فاتت ده كل ده بيدي ثقة لللعيبة وبيدي ثقة للجهاز كمان ويبتد يتحرك ويشتغل بالفكر اللي موجود عنده طيب ريني فيلر مدارب سويسري ودايما بسمع في قصة التدريب يقولك المدارب ده بين ده بالمدرسة الإنجليزية المدرسة الفرنسية المدرسة الألمانية المدرسة الإيطالية السويسرية مش مدرسة في الكورة بشكل عام لكن ريني فيلر من خلال أداءه مع الندي الأهلي أداءه الفن بيميل لأي مدرسة من المدرسة القروية لا على فكرة أنا بختلف في الرأي ده في مسميات المدارس القروية خالص دلوقتي ليه لأن دلوقتي كل مدير فني بيشتغل بإمكانات اللعيبة اللي موجودة عنده يعني بيشوف الإمكانات اللي موجودة طبعا المستوات أو وجوده في الندي الأهلي هو بيتعامل مع أعلى فئة من اللعيبة أو أعلى يعني كوالتي الحاجة العالية يعني على مستوى كمان أفريقيا مش مستوى مصر بس فبالتالي لازم يشوف الإمكانات اللي موجودة وهو قدر يستغلها بشكل كويس تبكرته الكورة اللي بالعمل الأهلي في الملعب بيتميل لأي مدرسة يعني المدرسة الإنجليزية كان بتعتمد على الكورات الطولية مدرسة أمريكا اللاتينية المهارات والباص القصير واللعب السريع بس على فكرة الكورة الإنجليزية دلاتي خلاص بعدت خالص ونسيت الكورات الطويلة وكده بقى فيه أداء جمالي وبنشوف الفرق في ريت ليفربول ومنشستر بقى مش إنجليزية إنجليزية لأن معظم الأقبة كلهم مش من إنجلترا لا هي كمان الكورة بقت يعني هو أقوى دوري دلوقتي وأحلى دوري احنا بتتفرج عليه يعني هو دلوقتي الدوري رقم واحد حارك قلت جزئة مهمة جدا الدورة رقم واحد لكن مع ذلك هناك نتائج غريبة يعني فيه نتائج في الدورة الإنجليزية بتتكررش في أي دورة في العالم تسعة سفر و تمانية سفر لستر سيتي اكسا في ساوس هامبتون تسعة سفر منشستر سيتي من كذا إسبوع كسب تمانية سفر النتائج ديه أقوى دوري ما دي حقيقة يمكن ما حصلتش السنة اللي فاتت يعني ممكن تكون حصلت بس يعني في حالات بسيطة أو يا أخر سنة كتفى الأرقام دي أقوى دوري فيه أرقام أو فيه أهداف بالمستوى ده أو ممكن يكون الفرق اللي خسرت بالنتائج الكبيرة ديه خلاص ما استعدوش بشكل كويس وفيه فرقات في المستويات فبالتالي يعني خلاص حيقعم بشكل كبير خلال الفترة اللي جاية لكن ده ما يمنعش الدورة الإنجليزية هو خلاص دلوقتي شديدنا كلنا وهو الدورة الممتع فيه نجوم كبار جدا وفيه خمال ست فرق بكنافس بضع دورة الإنجليزية بالضبط كده وده اللي بيدي المتعة الكبيرة للدور ده بالذات فبالتالي يعني بنتشوف الكورة ودايما بنرجع للكلمة اللي هي حيطة المدرب انتماءاته ومدرسته عاملة ازاي تأثيره اه بنشوف احنا برضو المدربين أسبان أو مدربين من فرنسا لكن أداءهم ما بينتميش لبسلا ناحية بلدهم نفسها ناحية الخرطية لمنتخب بلدهم بالضبط لان خلاص ما فيش ارتباطه هو دايما بيتحكب وبيشتغل على الامكانات اللي موجودة عنده في الفرقة وخصوصا لما وده الكلام ينطبق على فرقة النادي الاهلي هو الراجل شايف امكانات النادي الاهلي بشكل كويس فبالتالي بيلعب على قد الامكانيات وأي مدرب ذاكي ومدرب ناجح هو بيشتغل على الامكانات اللي موجودة عنده سواء بطريقة سواء بشكل سواء باستغلال الامكانيات كل الكلام ده لازم بيشتغل فيه بشكل كويس طيب كل الكلام ده كويس جدا يا كابتن حمادة إيه اللي ينقص الاهلي بقى للبطولة الافريقية؟ وأول موضش مع النجم الساحلي إن شاء الله في رادس يوم 29 نوفمبر والبداية مهمة جدا هل الاهلي بلتين بالتطور الإيجابي اللي حصف للفريق الكرة خلال يعني فترة انتقالات الأخيرة مع آخر فترة انتقالات في اليناير الماضي؟ وصلنا لمرحلة إن الاهلي إن شاء الله جاهز إن هو يقدر يفوز بالبطولة الافريقية؟ أنا شايف إن فرقة النادي الأهلي خلال الماتشات اللي احنا شفناها في البطولة الافريقية خلال الفترة اللي فاتت احنا شايفين إن مستوى النادي الأهلي لأ فرق بشكل كبير جدا أتمنى إن يحافظ على المستوى ده يعني أنا أتمنى إن المستوى ده إن شاء الله نحاول نحافظ عليه ولو حافظنا عليه مع توفيق الله سبحانه وتعالى أنا شايف إن البطولة الافريقية قريبة جدا مننا إن شاء الله بإذن الله فبالتالي يمتعتمد على حتة السبات المستوى أن بعض اللعيبة اللي كانت موجودة في الفرق أصلا المستوى بتاعت غير بشكل كبير جدا مع الإضافات اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت إدت لنادل أهل قوة كبيرة جدا وداته ثقة كبيرة جدا وخصوصا الفرق اللي احنا هلعبها احنا أعلى منها بشكل كبير جدا يمكن القريب مننا شوية نجم السحلي ومع ذلك هو مش زي الأول لكن طبعا بنحترمه وبنقدره لكن هو متهالي هو أعلى اسم في المجموعة مع النادي الأهلية كاسم سبق لي الفوز بالبطولات الإفريقية ومبارات كبيرة حتى مع النادي الأهل في البطولات الإفريقية بس آخر مباراة ما بين الأهل والنجم السحلي كانت من نتيجة كبيرة وعريدة كانت بستة في استد برج العرب ما هو عشان كده بقول النجم السحلي ما بقاش زي الأول يعني النجم السحلي حتى الفرقة التونسية كلها المستوى بتاعها مش زي حكس الترجل ما زال هو الوحيد اللي بيحتفظ وبعد ذلك برضو أقول أن الترجل برضو ما وصلش للمستوى اللي كان وصله خلال من مثلا سبع ثمان سنين تمام دي حقيقة هو ممكن يكون هو الأقرب للفرق التونسية اللي بدأت تقوصل أو متوجد دايما في المراحل النهائي لكن مش هو ده الترجل اللي كان مرعب اللي كان فرق صعب جدا انها دايما بينفس على البطولات لا مش هو الترجل اللي احنا عارفينه من سبع ثمان سنين فبالتالي الأمر مختلف يعني شايف النادي الأهلي ان شاء الله بيزنها تبقى فرصته كويسة في وجوده ان شاء الله بيزنها على قمة الكرة الأفريقية وحصوله على البطولة بإذن الله ان شاء الله طيب آخر مبرامة عن نجمة أن الأهلي فايز ستة كان عطاقة ستة واحدة أو ستة اثنين يعني مدى انعكس هذه النتيجة على المبرامة القادمة بين الفرقين سواء إيجابا أو سلبا لا يعني أولا فرقة النادي الأهلي ما بتفكرش بالشكل ده خالص مش كفريق كإعلام وكمحلين وكنقاض ممكن الإعلام يتعامل بالوضع ده بشكل تاني لكن النادي الأهلي نفسه لا تعامله مع الأمور دي تسعين ديئة بس هي دي خبرات النادي الأهلي هي دي خبرات النادي الأهلي هي دي بيفر كتير جدا فرقة النادي الأهلي وخبرات لعبته وإدارته دايما فبالتالي كل الأمور دي أنا ما بتقلقنيش ولا حد بيقدر يفكر فيها جوه النادي الأهلي لأن التفكير مختلف تماما عن إعلام عن أي حد بيتناول الموضوع ده بشكل يعني سلبي ممكن يأثر على الفرقة وأن الأمر يبقى ساهل لا ما فيش في الكرة دلوقتي حتى الهلال السوداني برضو أنا شايف أن الأمر لازم يتأخذ برضو بمنتال جدية بأن أمور الكرة في أفريقيا دايما بيحصل فيها مفاجآت بيحصل فيها مستوات بتاعها بشكل كبير وفيها متغيرات كثير بشكل كبير والدوافع عشان مال مهمك بشكل كبير فبالتالي لازم يعني الحرص موجود وأنا متأكد على مدار السنين وخلال الفترات اللي فاتت بكلها دايما الحرص دايما موجود في النادي الأهلي أشعر في كلام حضرتك كابتن حمادة أن الحالة الإيجابية والحالة المعنوية عند حضرتك وعند الجمهور إيجابية هل الحالة الإيجابية دي رجع أو انعكاس لفوز الأهلي بالسوبر وانتصارات في أول سلاس مبريات ولا مش الانتصار فقط لا دا الانتصار مع الأداء الجمالي لا هو بالمستوى يعني أنا لما أنا باجعكم وبقولي الكلام ده أنا بقارن الفترة اللي فاتت مستوى النادي الأهلي بالفترة اللي جي فيها المدرب الجديد ريني فيلر فبالتالي بحكم بكده طب بشوف مستويات اللعيبة زي ما قلت لحضرتك برضو نحي الجماعية الأداء الجماعي نحي نواحي فردية بعض المستويات اللي ارتفعت بشكل كبير جدا هم نفس اللعيبة اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت فبالتالي كل الكلام ده أنا بحكم عليه وبتفائل به بالمستوى نفسه المستوى دايما هو بيوصلك للنتاج طبعا ما مستوى عالي ومستوى مرضي فبالتالي بيوصلك للنتاج اللي انت دايما بتبقى عايزها أطراف الجنب في النادي الأهلي سواء الجبهة اليمنى أو الجبهة اليسرى أداءهم الدفاع وأداءهم الهجومي مع الشغل اللي موجود في وسط الملعب مع الناحية الهجومية تشعر أن في تطور حصل لحمد فتح هاني محمود وحيد علي معلول على فكرة اللي جناب كان لها دور كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت من ارتفاع مستوى يعني لو احنا قلنا رمضان صبحي مع علي معلول كان لهم دور كبير جدا وجابها قوية جدا جدا بيسندهم حمد فتحي مثلا برضو النحية التانية اللي أنا شايف وجود محمد هاني برضو أنا شايف أن محمد هاني في الحتة دي أداءه يعني أداء عالي جدا وده مستقبل الندل أحلي يعني أنا مش حابب أن محمد هاني يبعد عن الماتشات الرسمية لأنه هو ممكن يوصل لمستوى عالي جدا وممكن يكون رقم واحد في المكان ده برضو نفس الكلام بكلم على حسين الشحاة وأي حد يشتغل معه سواء أحمد فتح أو محمد هاني بيعملوا جابها قوية جدا في ناحية اليمين فأنا شايف أن الجابهتين دولت كان لهم دور إيجابي كبير جدا في ارتفاع مستوى النادل أهلي مع شغل باقي الفريق طبعا زي ما قلت الحراكة عمر السلية مع حمد فتحي مع مجد أفشة مع وجود رفض وليد سليمان كمان وليد سليمان مع نزولو يعني أنا برضو شايف أن نقطة التعامل مع وليد سليمان نقطة فيها زكاء كبير جدا أنه هو بيحطه دايما ويستغله أحسن استغلاء بيلعبه بمدة معينة سواء نصف ساعة أو خمسة وثلاثين دي أو على حسب مغريات الأمور لكن هو ده اللي استفادها الكبيرة من وليد سليمان لأنه عندنا دلوقتي في ناس موجودة بتقدر تقدر تقدر التسعين دي بشكل كويس في عز كل الكلام المميز دول حقيس عن فريق كورا بالأسف كان فيه بقى خبر مؤسف خلال الأيام القليلة الماضية إصابة محمد محمود ألف مليون سلام عليك يا محمد يعني إن شاء الله بإذن الله تكون بسيطة إن شاء الله مدة وعتعد بسرعة بإذن الله أنا عارف طبعا إصابة الروباط الصليبي بالنسبة لأهي لعيب كورا بتبقى صعبة وهو كمان راجع من الروباط الصليبي فبتبقى أصعب عليه لكن محدش عارف الخير فين بالنسبة لك أو بالنسبة لفريق النازي الأهلي وياما لعيبة كبيرة وأسامة كبيرة تعرضت لهذه المواقف ورجعت أحسن من الأول وأقرب مثال ده حصن عبد الربع أو أحمد حجازي أحمد حجازي بلعب حتى في الدور الإنجليزي بدرجة تانية أو كلعيب محترف عمل رباط صليبي في رجليه اللي اثنين وحاليا الحمد لله وقف على رجليه ألف مليون سلام عليك وإن شاء الله بإذن الله محمد بسرعة ترجع للملاعب وإن شاء الله خلاص يمكن خلال ساعتها سافر ألمانيا عنده عملية منتصف هذا الأسبوع خبرك المؤسفة كابتن حمد لكن في الحالة اللي زي دي أو موقف زي ده أولا إيه رسالة اللي تحب تقولها للعب زي محمد محمود أولا طبعا أدعو الله سبحانه وتعالى أنه ربنا يشفيه وعفيه ويرجعه بسرعة لكن هي حاجة غريبة جدا محمد محمود محمد محمود ده ملعبش غير دقايق يعني حاجة غريبة جدا أنا شايف تعاطف وحب غير عادي لمحمد محمود حاجة غريبة جدا يعني أنا متأكد أنه هو إنسان نقي جدا إنسان محترم بيرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى ولازم يرضى بقضاء الله أسرة مردينة فعلا ده حقيق أسرة يعني ناس مردينة وتدخل بيتهم كده تحسن ناس بسيطة وناس جميلة لا هو فيه تعاطف كبير جدا جدا من جمهير الناد الأهلي معاه حتى غير جمهير الناد الأهلي وولد زي ده وما الحقش يلعب ويبقى ليه الجمهير ده والحب ده تعاطف الجمهور معاه كمان فأنا شايف إنه هو إن شاء الله بإذن الله الدعاء وإن شاء الله بإذن الله يقدر يرجع بالسلامة فأسرع وقت بإذن الله إن شاء الله نهاردة كجمهور الأهلي اتجمع عند البيت عنده وهو أنا حتى نزل لهم وكترسالة إجابية جدا من جمهور الناد الأهلي عند بيت محمد محمود رسالة سيدي ممكن تأثر إزاي في نفسية لاعب عشان جزء كبير جدا من تأهيل وجهزية لاعب لما بيكون عنده أصابة كبيرة زيدي العامل النفسي ده ده تخلي روحه في السماء يعني يعني واحد جمهير الناد الأهلي زي ما احنا متعودين عليه من سنين طويلة والوفاء والانتماء والحب للعابة الناد الأهلي بشكل كبير جدا فدي ممت يعني نقطة مهمة جدا هيك أبت الحالة قدامنا هي ممكن لقطات خاصة هي على شاشة قناة الناد الأهلي بالنسبة لكل الجمهور قدام بيت محمد محمود يعني المنظر منظر رائع طبعا هو خرج من البيت وكل الجماهير والناس كلها راحيطوا عند البيت بتشجعوا حتى مسكين أعلام الناد الأهلي مشهد مؤثر أوه يا كابتن حمد وده لاعبش يعني لاعبش كماتش يعني سبحان الله حاجة غريبة جدا وعشان كده يعني ان شاء الله بإذن الله متأكد انه هيرجع وهيبقى نجم وهتقلق لانه لاعب فعلا من اللعب الموهبين في الكرة المصرية فان شاء الله بإذن الله ربنا يرجعوا بالسلامة في أسرع وقت ويرجع شافي عافي ويقدر يؤدي ويكمل مع فرقته فرقتنا دي الأهلي الروباط الصليبي بيبقى تأثيره نفسه على لاعب بشكل سلبة يا كابتن حمد ولا الزمن اختلف رغم ان مدة علاجة دلوقتي زادت على فكرة يعني الاول كانت علاج الصليبي كان بياخد ست شهور دلوقتي حسن ما بسمع بيتروح من سبعة لتسعة شهور وفي رأي طبي بيقولك كل ما بتزيد المدة كل ما بيكون أفضل لأنها وقاية أنك تحافظ على رجبة اللعب بالضبط هو أيام زمن كان اللي يجي له الروباط الصليبي يبطل خلاص يعني أمر منته كان صعب أول صعب إذا كان الغدروف الأول بيبطل الغدروف اللي هو دلوقتي بيتعامل وخلال اسبوعين أو ثلاث أسابيع ممكن بيرجعها بالضبط لكن هو طبعا بتبقى رجع لقوة إرادة اللعب للروباط الصليبي بالذات يعني بيبقى محتاج إرادة قوية جدا محتاج شغل كبير جدا محتاج يرجع رجوعه يبقى بقوة كبيرة جدا كل الكلام ده يعني كل الكلام ده بيأثر بشكل كبير في رجوع اللعيب سواء بقى يرجع متأخر أو يرجع بدري دي برضو بترجع لحالة اللعيب نفسه بتأثر على المستوى؟ لا أنا شايف طبعا لا ما تأثر هو خلاص بمجرد أنه هو بينتهي الفترة بتاعة العملية والتجهيز بعد العملية خلاص بيرجع لعيب عادي خالص بدلين إحنا كنا شوفنا وحضرك زكارت حسن عبد الربو حسن عبد الربو كان متقلق ولعيب ولا أي حد يحس أنه هو اتصاب ولا تعور ولا عمل عمليات ولا أي حاجة وشوفنا برضو نفس الكلام أحمد حجازي بلعب في أقوى دوري في العالم فبالتالي كل الكلام ده خلاص يبتقى فترة معينة خلاص بيبتدي يرجع لأنه بيبقى خلال اللعبة بيبتدي يعمل حاجات معينة تحافظه على أن ما يتكررش حاجة أو تضعف العضلة أو أي حاجة من الحاجات دي طيب كمدرب ولو معك محمد محمود وأعتوض معه في جلسة خاصة إيه الرسالة الخاصة لو ممكن توجهه له؟ أو إيه الكلمات اللي أنت هتختارها عشان تقوله له قبل ما يسافر ألمان ويعمل عملية جرحية زي دي؟ أول حاجة ثقة بالله سبحانه وتعالى أن ده فعلا خير يعني إحنا دايما نقول إيه لعل المنع خير لا هو خير فعلا فدي أول حاجة لازم أقوله له وأنا شايف أنه عنده قراعة بالحتة دي بشكل كبير جدا مش محتاج أن نقوله الحتة دي زائد بقى الحاجات التانية اللي هي يعني لازم يبقى فيه قوة وفيه إرادة وفيه تصميم أنه يرجع وده برضو أنا شايف وحس أنه موجود عنده فبالتالي محمد محمود من نوعية اللي مش محتاجة كل كلام ده يكفي بس وجود جمهور النادي الأهلي عند بيته ده هتدي له قوة وطاقة غير عادية في الرجوع إن شاء الله بإذن الله منطق القوة أنا مش هتكلم بقى على شخصية اللعب وشخصية الأهلي عايزة أتكلم على شخصية جمهور الأهلي وجمهور الأهلي لما بيتعامل مع لعبته بيتعامل من منطق تاني خالص ما بيتعاملش مع اللعيب على إنها موجودة في الأهلي بتخدم في الأهلي أو بتلعب في الأهلي لهدف معين وخلاص لا بيتعامل معها وكأنها جزء منه يعني أنا بشعر حتى من خلال قرب من الجماهير أو حتى من اللعيبة جماهير النادي الأهلي بتتعامل مع لعبتها وكأنها جزء منها دي حقيقة على فكرة من زمان الكلام ده يعني انتماء انتماء اللعيب الكورة في جماهير بتبقى زي يعني مش عايز اقول اعلى انتماء للنادي الاهلي من بعض اللعيبة لان انتماءهم عالي جدا وبيحسوا ان النادي الاهلي ده بتاحهم ملكوهم ده حقيقي فعلا دي انا ما ببلغش فعلا في الامر ده فبالتالي هم حاسين ان محمد محمود ده جزء منهم فبالتالي لازم يسندوا سواء محمد محمود او اي حد او حتى ما حصل مع مؤمن زكريا اه بالضبط يعني مؤمن زكريا دلوقتي بقى في حتة تانية خالص يعني كان نفسيا محطم وحاجات كتيرة جدا ورب ان شاء الله يرجع برضه بالسلامة نتمناله ان شاء الله الشفاء العاجل فبالتالي الجمهور بيبقى ليه دور كبير جدا مؤثر بشكل ايجابي يعني يأثر بشكل كبير جدا على اي لعيب وانا متأكد ان شاء الله بإذن الله يبقى تأثيره بشكل كويس على رجوع محمد محمود بصرع ان شاء الله طيب من خلال رؤيتك لفريت النادي الاهلي الفريق مكتمل العناصر بنسبة كم في المية تقريبا نقول 90% ناستركات بسيطة حاجات بسيطة جدا وتوصل لمرحلناك خلال طورة افريقيا تقدر تفوز بالبطولة وتكسب كل المباريات وتوصل لمستوى اكبر من كل المستوىات اللي معك او الضبط احنا انا قلت لحضرك ان انا شايف دلوقتي من خلال رؤيتي للماتشات والمستويات انا شايف ان النادي الاهلي هو اعلى المستوى وهو اعلى فريق مصر لا وانا شايف انها في افريقيا كمان يعني انا شايف ان الامر في افريقيا لو اتخذ بمنتهى الجدية ودي العادة النادي الاهلي لو اتخذ بمنتهى الثقة والهدوء والتركيز وسباك المستوى وحاجات كتيرة جدا هي موجودة فعلا في النادي الاهلي انا شايف ان شاء الله بإذن الله حصلنا على البطولة احنا الاقرب السنة دي للحصول على البطولة أبد الحصول على البطولة دور المجموعات فريق النجم الساحلي الهلال السوداني بلاتنيوم بطل زمبابوي مش هتكلم على مدى القياس بالنسبة لمستوى المجموعة أو مستوى الفرق اللي معك في المجموعة لكن إيه اللي ممكن تكسبه من هذه المباراة في هذه المجموعة أول حاجة السقة إن أنا حق نتاج السقة تترجع لك في أفريقيا بالضبط لازم أرجع بسقة كبيرة جدا لأفريقيا نادي الأهلي اسمي كبير جدا في أفريقيا فلازم الإسمي الكبير ده يبقى راجع وبشكل عملي شكل عملي هو أنه يبتدي في البدايته في المجموعة لازم تبقى بداية قوية جدا بحيث أنه يقلق الفرق الموجودة تبقى رسالة وتبقى رسالة قوية جدا لباقي الفرق فأنا شايف أن الحتة دي مهمة جدا جدا لعودة النادي الأهلي في خوض المورات اللي بعد دور المجموعات بمنتهى القوة ومنتهى السقة البداية في تونس والنهاية في السودان ترتيب المباريات هو يعني أمر برضو بيبقى فيه بعض الصعوبات فيه اللي البداية دايماً لما بتبقى بعيد عن بلدك أو أنت بتلعب برا لكن أنا شايف برضو النادي الأهلي مش هتفر مع النقطة دي وخصوصاً أنه برضو مستوى النجم الساحلي مش هو دي الفرق اللي كانت زي الأول ممكن كنت تنحمل إحنا بنستعجل في الحكم على الفرق من قبل ما نشوف مباريتها في دور المجموعات ولا أنت بتقصها بالمستوى الفني على أقل في آخر ثلاث سنين في البطولات على آخر سنة أنا بحكم على آخر سنة آخر سنة أنا شايف أن الفرق التونسية ما رجعتش للمستوى بتاعها يعني بدليل أنا بقول لحضرك أن حتى فرقة التراجي ممكن أقرب شوية لأنها الأعلى الإمكانات وكل حاجة لكن برضو ما وصلتش للمستوى اللي كان عليه من خلال الفترات السابقة يعني اللي كان بينافس فيها وبقوة على بطولة أفريقيا على طول وبرضو المقابل أنا شايف فرقة النادي الأهلي يعني شبه متكاملة يعني احنا وصلنا مرحلة ما كناش وصلنا لها خلال الفترات الطويلة اللي فاتت يمكن المجلس الإدارة ولجنة الكورة كل الكلام ده يعني هيأ الأمور بشكل جيد جدا لأن النادي الأهلي وفرقة النادي الأهلي تشتغل بتركيز كبير جدا يكون عندها المقاومات القوية اللي تخليه هو الأقرب للحصول على بطولة أفريقيا ووجوده دايما إن شاء الله بطل للدوري المصري تمام طيب إمتى تقول أن النادي الأهلي قريب بالنسبة كبيرا من الفوز بالدوري لا هي بعض تعرف الدوري بيبقى طويل بشكل كبير جدا لكن دايما بنقول إن سبات المستوى والأداء وتجميع الابناط مبكرا مبكرا وهي دي السمة أساسية في النادي الأهلي حتى لما كان في مستوى أو بعيد عن مستوى يعني كان بيجمع ابناط بشكل كبير جدا توفيق الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال سواء بطولة أفريقيا أو بطولة الدول العام أو كاس كل كلام ده محتاج التوفيق محتاج الثقة والهدوء والإصرار على تحقيق حاجة إحنا بقنا فترة برضو ما حقنهاش وهي مفترض أنها تبقى قريبة مننا ومفترض أننا إن شاء الله نسع عليها ومفترض إن شاء الله بإذن الله يكون إحنا الأقرب للحصول عليها اللي هي بطولة أفريقيا إن شاء الله طيب هدخل في ملف تاني وأرجع للملف الأهلي تاني بس هسترجع معك زيقريات كده مباراة القيم من أهل وزاني 3-2 لأن عايز أقول لك بعد الحلقة كابتن أحمد شبير هيكون ضيف مع إسلام الشاطر إن شاء الله في صهرة معه صهرة خاصة لكل جمهيري النادي الأهلي انتظروها إن شاء الله بعد برنامج الأهلي الليلة مباشرة فالعامل المشترك من كابتن حمد أمرزو والكابتن أحمد شبير المباراة القيمة الشهيرة اللي النادي الأهلي وقتها لما دفع بمجموعة من الناصر الوعدة وقدر أنهما يحققوا نتيجة كبيرة عن نادي الزمالك في ظل لأن النادي الزمالك كان وقتها عنده كمان نجوم كبار بس النادي الأهلي بمدرسة النادي الأهلي كان عنده ثقة في ولاده وفي لعبته وعملوا مباراة كبيرة فالعنصر المشترك كابتن شبير مع كابتن حمد عملوا مباراة كبيرة فهتكلم عفكة وليس هذه المباراة بمن الكابتن شبير بعد إن شاء الله لها هذه الحلقة يكون مع الزمال العزيز الكابتن إسلام الشاطر لكن أدخل في ملف المنتخب الوطني سريع وأسألك على السلاة للمرحلة الجالية إن كانت حسن بدري أعلن قيمة اللعبين المحترفين اللي هيكون موجودين في المعسكر القادم ست لعبين أحمد حجازي محمد صلاح محمد النيني أحمد حسن ناكوكا محمود ترزيجي محمود عبد المنعم القهربة لكن في جزئية غريبة شوية الجازي الفني قال العناصر التي سيعلن عنها لا يعني إنها جميعها ضمن القيمة النهائية بس هل ده ليه علاقة بالمحترفين ولا بالمحليين باقي التصريح مكتوف فيه إن سيتم تصفية القيمة قبل المبرارة الرسمية الأولى أمام كينيا ومن الوارد استبعاد أي عنصر من القيمة المبدئية سواء المحليين أو المحترفين هل في معسكرات المنتخب لما بضم ستة محترفين ورايح على أنا مش رايح بطول أنا رايح على مباراة تصفيات لما بضم ستة محترفين أو عدم المحترفين بخدهم كلهم معايا فلمتش لأنها جايبوا خلاص من النادي فجأة ألاقي تصريح أقول لك لا ممكن مضمش الستة أو ممكن أستمعت حد من الستة جديدة دي يا كابتان حامدة صح؟ أولا حتة استبعاد اللعبة المحترفين هتبقى صعبة دي أول حاجة إلا ما حصلتش قبل كده لما باخد المحترف بيفضل معلقة آخر المعاصمة بالزبط لازم يبقى موجود حتى لو هو مش هيلعب هو يبقى موجود وخصوصا أن أنت لازم تستفد بالقدرات الموجودة عند اللعبة المحترفين لازم يستفد منهم وبخبراتهم واحتكاكهم كل الكلام ده لازم يستفد منهم بشكل كبير وأنا متأكد أن الكابتان حسام هو اللعيب اللي هو هيستفد منه هيبقى موجود فبالتالي هو بيشوف أقرب العناصر اللي هيبقى ضمن تشكلته وضمن الفكر بتاعه دول هيبقى موجودين وأنا شايف برضو أن الستة اللي موجودين بتوع المنتخب متأكد يبقى موجودين بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي جاية وخلال متشارة التصفيات بس هل تتوقع حد من الستة ممكن ما يكونش معاه بموتش كني أو بوزر القمر في التصريحات لا لا مفتكرش مفتكرش الستة مهمين وستة هيبقى موجودين أصلا التصريح الدني إحساس أن ممكن يمكن أن يكون محد من الستة مش موجود لا أصلا يعني ما قررتش قلبي كده يعني أنا بضمه محترف هيكون معايا خلاص أصلا أنت طالما أنت جبته من بره يبقى أنت محتاجه بالزبط ما لهاش حل تاني لو أنا أصلا عايز خمس لعيبة كنت طلبت خمس لعيبة وزبت السادس ده معنى دي معنى دي لأنه بره غير ما يكون لعيب محل وده لعيب محترف ولعيب الماتشات بتاعته وكل كلام ده مهم بالنسبة له فبالتالي هو محتاج فعلا الستة لعيبة وأنا بستبعد أن حد من الستة لعيبة يبعد عن الفترة اللي جاية دي إن شاء الله المباراة كينيا وجزر القمر هي بالمستوى الفني طبعا مش تصنيف قوي أو تصنيف كبير لكن شايفها بداية زي مع الجهاز الفني المنتخل هي بداية موفقة موفقة جدا جدا بالنسبة للكابتن حسام عشان اكتساب السخة لكن طبعا اكتساب السخة ده طبعا بأخذ الأمور بمتال جدية واحترام الفرق الموجودة وده برضو سمة موجودة مع الكابتن حسام البدري والعيبة الموجودة لأنه مفترض أنه هم يبتدوا يغيروا من الشكل والحاجة الوحشة اللي احنا شفناها خلال الفترة اللي فاتت عن منتخب مصر يجب أن يرجعوا هيبت وقوة منتخب مصر خلال الفترة اللي جاية وخصوصا أن البداية ما فيهاش قوة كبيرة لا ده هي فرصة لإعادة السخة ونحن نرجع بدومتال قوة ونرجع المتخب المصري بشكل كويس طيب آخر سؤال بقى وفي آخر ديتين 3 في الحلقة كابتن حمد وانا سعيد جدا بهذه الحلقة مع حضرتك كواليس مباراة 3-2 والذكريات فوقتها مع الجيل اللي كان موجود في هذه الفترة تتفكرنا وتذكرنا بهذا الجيل اللي كان بالتأكيد في حراسة المرمى كابتن أحمد شبير كابتن حمد مرزوق نجوم كانت موجودة في هذه المباراة كان فيه كابتن على عبد الصادق با كيمين كان فيه ضياء عبد الصامد كان فيه أحمد جمال كان فيه محمد سعد كان فيه حمد مرزوق كان فيه بدر الرجب محمد السيد عطف الأباني شمس حمد حسام حسن كان معنا أبراهيم حسن كان معنا بعض اللعيبة اللي موجودة وأنا يعني طالما الكابتن شبير موجود حيبه موجود إن شاء الله بإذن الله ونتكلم عليه أولا كابتن شبير هو الوحيد من اللعيبة الكبر اللي اللعب معنا يعني جي من المغرب وجيه هو الوحيد اللعب معنا وعلى فكرة كان بدايته الحقيقية الماتش ده والحاجة التالتة اللي أنا برضو فيه ناس بوك ما يكونوش وغدين بالهم إنه وسط ضرب الجزاء من سعيد الجدية مظبوط فدي كانت بداية يعني كبيرة جدا اللي كابتن أحمد شبير كانت بدايته الحقيقة هو دايما بيقول كده وكابتن أحمد شبير من الأسامل يعني زي بقوله حفرت حفرت كده اللي لفسها اسم كبير جدا فعلها بكرة القدم وهو يعني نتمنى له التوفيق من خلال البرنامج وإن شاء الله بإذن الله يتمنى له التوفيق بإذن واحد أحنا إن شاء الله وكان ليه دور كبير جدا في بطولات الناد الأهلي خلال الفترة اللي فاتت كان هو كابتن الفريق في هذه المباراة آه طبعا كان هو الكابتن الفرقة وكان هو يعني بيحركنا هو اللي كان بيتكلم هو اللي كان بيوجهنا لأنه كان الوحيد الكبير وعلى فكرة كابتن أحمد شبير كان معروف بقربه للعاب الصغاري يعني دايما عنده حطة الاحتضان بيه ولذيذ في التعامل يعني كان قريب مننا بشكل كبير جدا بعد ما طلعنا بقى مع الفريق الأول برضو من الناس اللي كانت بتساند وبتساعد الناس الصغيرين وكان ليه دور كبير جدا مع أغلب اللعيبة اللي في نفس السنية والمباراة دي كانت انطلاق العدد كبير جدا من اللعبين آه دي حقيقة فعلا حساب حسن وعلى عبد الصادق اللي كانت انطلاقها كبيرة جدا اللعبين الصغيرين الجيل اللي يعمل مباراة الجيل اللي يعمل مباراة يعني ماتش الإسماعيلي وماتش الترسانة كان الترسانة قبل النهاية ثم الإسماعيلي كان في النهاية والهدفين تقريبا طرق خليل اللي جاب الهدف النهاية وشمس حامد اللي جاب الهدف مرمى الترسانة كان ليه طرق خليل دايما بيدمى بعد أي هدف طرق كان من الشخصات الجميلة جدا اللي هو كان بيتأثر وكان عصبي جدا وكان عنده روح عالية جدا ويعني دايما من الشخص الجميلة يعني أتمنى له إن شاء الله بإذن الله التوفيق في حياته تمام كابتل حمد أمرزو أنا أشكرك شكرا جزيلا حلقة كانت جيدة لأنك كلمة في أمور فنها مهمة جدا وذكريات مباراة القيمة وكل التوفيق ليك يا رب الفترة اللي جاي ربنا برك فيه مشاكرين جدا أسمى حمد بتوفيق دايما لك شكرا لك كابتل حمد بتوفيق لحضرتك بتأكيد كانت حلقة فنها مهمة جدا فرصة طيبة نسمع واحد من نجوم النادي الأهلي ومدربين اللي اشتغل في المطبخ تحت في الفرق اللي بتعاني في الممتازبية وحتى في الدرجة الأولى ورؤيته الفنية الممتازة بالنسبة لنادي الأهلي في المرحلة السابقة وفي المرحلة القادمة إن شاء الله نطمئن على المرحلة القادمة بالنسبة للنادي الأهلي إن شاء الله النادي الأهلي على أهبة الاستعداد لفترة التوقف في استعداد دخاص معسكر مغلق ثم مباراة ودية ثم عودة من جديد للأجندة القادمة مباراة محلية مباراة إفريقية لكن إن شاء الله بإذن الله كما بدأ النادي الأهل الموسم بشكل قوي إن شاء الله بعد التوقف هتكون البداية أقوى وأقوى من بداية هذا الموسم والأهل إن شاء الله يحقق كل الطموحات اللي جماهير النادي الأهل بإذن الله بتبغاها خلال هذا الموسم بشكر هترككم على حسن المتابعة والمشاهدة وألتقي بكم على خير بإذن الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهل الليلة اشتركوا في القناة